اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى عزائي المشاهدين خلينا بقى نروح للارقام الفنية بالنسبة للنادي الاهلي بشكل عام يعني خلينا نبدأ بك يا جيم بص الفكرة العامة الجمهور الكرة في مصر جمهور نادي الاهلي خاصة هو ليه النادي الاهلي واحدة من ضمن المفرقات الغريبة جدا في كرة القدم وفي الكرة المصرية التحديد ان فريق امتلك كل الارقام دفاعا هجوما اقل عدد من الخسائر ومع ذلك لم يتوج بالدول ليه هي دي الفكرة العامة اللي احنا نتكلم فيها ليه النادي الاهلي رغم انه صاحب اقوى هجوم واقوى دفاع والاقل خسارة لانه لم يتوج بالدول الفكرة العامة متلخصة في انه ايه متلخصة في انه القرار خاصة في الجزء الهجومي القرار القرار هو ترجمة لعدد الفرص المصنوعة او المتاحة انك تسجل منها مقارنة بالعدد الاهداف اللي تم تسجيله النادي الاهلي نضيفه الى الارقام الايجابية انه الاكثر صناعة للاهداف في الدور المصري الاكثر صناعة ده بيقولك ايه لما تيجي تستعرضه على الملعب الكامل بيقولك انه صناعة الاهداف لما بتيجي تشتغل عشان تصنع جول اما بتصنعه من مناطق الخطورة اما من العمق اما من على الاطراف مظبوط اجمال الشغل ده كله طلعت انت الرقم الاعلى اكبر عدد فرص متاحة كان للنادي الاهلي طيب لما تيجي تقول هل المشكلة الهجومية هي مشكلة كارثية هتقول لا لان انا الفرقة الاعلى تهديفا في الدورة 62 جول المشكلة فين ان ترجمة عدد الفرص اللي انت صنعتها اشتغلت كتير قوي بكل المدربين اللي كانوا متواجدين بيتسو سماء اونسان سواريش كل اللي تواجدوا خلال الموسم اشتغلت كتير قوي عشان تصنع وصنعت لكن ما ترجمتش ده بيقولك ان فيه عندك مشكلة ما ترجمتش ما ترجمتش كل شغلك عملت شغل كتير قوي صنعت فرص كتير قوي الاعلى صناعة تمت الدوري ومع ذلك لما نجي نبص عدد الاهداف عدد الاهداف اللي نادي قالي سجله 62 اجمال المحاولات اجمال المحاولات 478 محاولة اللي نجح من المحاولات دي يعني وصل الى منطقة الخطورة 171. ده مقارنة تنبيه النادي الثاني ونادي الثالث. نادي زمالك ونادي بيرامدز. اللي هو النادي صاحب المركز الأول ونادي صاحب المركز الثاني. هتلاقي أنه عدد المحاولات الناجحة عند نادي زمالك 163. عدد المحاولات الناجحة عند نادي بيرامدز 145. لكن النسبة بتاعتها أو الأهداف المتوقعة تتحول لو نبص على الجدول كمان ونروح له أي من بقى يروح له بتاع اللعيبة الخط الهجومي في النادي الأهلي. عشان نعرف المشكلة فين وبعدين نستعرض في اللينك اللي جاي نستعرض فيديو. المشكلة كتفين. وليه خسرنا بعض المباريات رغم أن في مباريات تانية كنا نبقى راكحين جدا وبنسجل عدد أهداف كتير وكسبنا بالأربعة والخمسة من بداية الدوري لحد آخر مباراة لكن في مباريات كان الترجمة بتاعت الأهداف كانت قليلة ده اللي خلاك خسرت النقاط توزيعة الأهداف ما كانتش متوزعة كويس على المباريات ما كنتش بتقدر تترجم في بعض المباريات المحاولات بتقلي فيها شوية ما كنتش تقدر تترجم ده الأهداف فبالتالي قدرت خسرت نقاط تعديلت عشر مباريات ده رقم كبير جدا عشر مباريات عشرين نقطة بس في التعادلات عشرين ده رقم كبير جدا إنك تتعادل. ده معناه إيه لم تكن سيئا أنت اللي كليك الأبر هاند ومع ذلك لم تترجم هي دي الكور المشكلة إنك صنعت كتير اشتغلت كتير سواء مع بيتسو تاني بعيدها علشان الناس تبقى إحنا نتكلم على السيزون بالكامل سواء مع موسماني سمق مصنى الفترة لانتقاليها أو حتى ريكاردة السوارش التلاتة قدرت إنك تصنع كتير جدا على مدار الموسم لكن ورغم إن أنت الأعلى تهديفا وبقى كده عشان الناس تقولش إن إحنا مسجلين قليل لكن في النهاية الترجمة من الخط الأمامي ما كانتش على أفضل وجه فلما نجيب الجدول اللي معمول إحنا حطينه للأهداف المتوقعة أن يتم تسجيلها نسبة اللعيبة بتاعة النادي الأهلي كانت كام والمفروض كانت تبقى كام نبص عليها وأيما بقى ياخد الجدول ده